تفاصيل مراحلية للكل كل اتبارك فيك يا سلام يعطيك الصحة صحيح فماش حتى تيتر ولا صعود يجي بسهولة فما دي مومات اللي فيهم دي دي فكولتين لازم اكتعرف كيفاش تجاريهم فما دي مومات اللي لازم اكتعرف كيفاش تكون ماشي خدما سيرترا تكون اكتر دي سكور مع الملعبات اكتر منه وهذا الى درنير بريود اللي قبل الماس يظهر لي اكتر خدما كان تشوره بلان منتال هذي اللي ركزنا عليه خدما سيرترا يطلعبوا في المخاخ اكتر من اللي سيرترا اللي سيرتوا هو انو يظهر لي فانتكات جور قبل الماتش مع التاريس كيمبلا والميديا كل يحكي يفصلوا على السعود هذية معنتها يزيد سترس على الملعبات لازم اكتعرف كيفاش تحضروا الملعبات لتالفاصل اللي ما يستسهلوش المهمة وفي نفس الوقت زادة ما يخليوش المهمة الصعيبة عليهم لازم تخالي الملعب لكي يهبط الريكح في المخه هذي اللي حاولنا نخدموا عليه ان شاء الله نكونوا نجحنا في المهمة هذي ممكن كان نرجع شوية ما دام طلعتوا ما دام نجحت لا نحكي لك سورة المونتاع إن شاء الله نكونوا نجحنا نرجع المباراة السيناريو اللي بدأت به المباراة كان في صالح الولمبي البيجي في البداية يظهر لي فراس عيفية كان خارج مواجه المرمى تمت العرق الامتاعه هوني الولمبي البيجي يظهر لي ولا يلعب منقص بلاعب نرمال ما هوني الولمبي البيجي يستغل في فرصة هذية ويحاول ينهي المباراة في البداية جاءتنا برشة فراس في الشوط الأول اللي صارنا وانو دخلنا في الانكار الخريني التاعتيران ديما الاسيست كانت ميش في البلاسة صحيحة هوني طوحنا في الانكار الخريني هوني داي اللي تكلمنا فيه بين الشوطين حكينا بين الشوطين وانو لازمنا نلعب وخطر الكيب اللي تلعب أمواندري راول العشرة الموجودين باش يزيدوا لي فور اكثر باش يغطيوا البلاسة الفرغة ديك احنا ملجناش نتوحوا في الفاسيليتية داي يضروا لي شوط ثاني شوط المدربين المعروف في كرة القدم الولمبي البيجي يظهر بوجه اخر في الشوط الثاني معناتها فرص متعدة من جهة مصارش التوفيق من جهة ثانية زادة فمحارس اللي ياخذ المريط وقعيس اللي عندوني اللي بلحق كان سود منية عمام هجمال ايوي ايوي كان سود منية عمام هجمال كانت موجودة لاخر قيقة في المباراة كنا نسجلوا اكثر من هدفين معتها ما هي الحمد لله وعرفنا كيفاش نصر الوبجيكتيف متاعنا حمدوله نحن نشوف بعض بالتفاصيل متاع الحاسم لكن تيوي الموسم ووقتيش الوقت اللي حاصلوا فيه الولمبي البيجي يلعب على الصعود وإلا من الاول موسم كان الهدف انتع النادي كان الهدف انتع النادي وهدف انتع النادي كاملة وهدف انتع الجوارات وضيف انتع الكل معناها في البيجي وعنى التعدينا معناها كتين من الواصل معناها لعب الكل الجندد وحط ليد في اليد وحطيني اوبجيكتيف في الهدف انتع الوحامدوله وحامدوله يا ربي معناها اوبجيكتيفاتها هل جيت فترة في الموسم شكيتوا فيها في الواحكم ولا لا؟ اخيقة لا معناها حتى معناها معناها ستاف ستاف تكنيك ومبعد جيه ستاف اخر وكمل معنا الكوتش محمد علي اللي معناها من القائمة خدمة كبيرة كيف كيف الوحامدوله اما جوارات قاعدنا معناها سوداء قاعدنا معناها ايد واحدة وهو الوحامدوله هو الذي يحطينينا ونعام كمالنبيه كوتش كيف كيف انت مبداية الموسم مع ذرابة الهدف كيف كيف كان بقية حكيت مع مسؤولين الهدف كان صعود من الول اكيد نحكيه على الولايب بيجي اكيد ما فيه كلم شوف ما فم حتى لايعب في الولايب بيجي يجيه يخدم في الفريق وما يكونش لهدف الصعود مكانه الطبيعي الرابطة المحترفة لولايب بيجي اي انسان يجيه يشتغل في الولايب بيجي لازم يحط في مخوى انه الهدف هو الصعود حاجة اخرى زيادة اي مدرب يجيه يخدم في الولايب بيجي مطالب برشة حاجات صحيح الوبجيكتيف فما حاجة اخرى لازمك تنتصر ولازمك تأدي هذي كل في عادات الولايب بيجي وهذي جمهور الولايب بيجي كيفاش يحب فريقه يحب فريقه ويلعب كرة مزيانة جمهور ذويق يعرف وانه الولايب بيجي متعود بالكرة المزيانة هذي اللي طالب بيه جمهير الولايب بيجي يظهر لي ورى الفريق وانه يعرف دوميني سورتيران اخر ماتش معناتها حتى اتاك كلهم تدرجنا بالكرة لكي وصلنا الـ الفريق الولايب بيجي وانه يعرف انت فرستو استيل اذي في اليكدور ديما تفرق الكرة على الربط الاول ديما الجماعيات تحاول تطاول انت قلت حاول تفرق استيل شوف كيف دا عندك وكاليتي تكنيك في الملعبين متاعك دونج مستمرو لزيني جو بروفيت من الكاليتي هذي كلك سوا طابع اللعب في الليك دو ما دام عندك لكاليتي لازمك تو بروفيت منها وتعمل وتتخدم الكرة العصرية اللي هي بناء الهجمة مخال اللي هي تدرج في الوصوب الكرة اللي هي لدي مركاج هذي اللي خدمنا عليه دور للهجمات تعلو الولايب بيجي كلها جاءت عن طريق بناء هجمة من المناطق الدفاعية حتى اللي نوصلنا للـ 18 متع متاع فريق اولمبيك سيديبو المقابل حاسمة سليم كانت رغلي في وقت صعيب شوية تونس البلاد الكل العالم الكل خاني نقول يعيش في وضعية صعيبة كورونا كيفش كانت تحريرات المقابل هذي؟ والله الاخير حتى في يد كوفي ما ما وقفنيش معانيا لابد الكل معانيا قاعد تخدم بالابيكاسيون زوم كينس كل مع كوتش مع سيسليا وكل شي وما وقفنيش معانيا وقعدنا نخدموها على رويحنا وحطينا ذلك هو الوبجيكتيف معانيا كل كل سواة معانيا لازمنا نطلع حتى جيت معانيا الكلام ماتش باركا كنا نجموا مرتاحين كتبوان معانيا اكثر راحة اما سورى الماتش معانيا سورى الماتش معانيا لذلك الكنسطراتيون اكثر ورابد الكل حاتف مخاخة اللي يبقى تربي مانياها مجلناتلا وحمده اللي رابد لهم انتي اندي سليم تبركى الله خبرا لعب في سي اس اس لعب في الاتوال تعرف الاجوائم تعمل لعب رادس لكن نفهم اللعبية شبين او مرض هالي اللعبوا في رادس كيفاش كانت الحكايري في مرش راهبة كيفاش كانت قبل الماتش كيفاش كانت تربي مانا سورى تيران قام بالواجب ايكيب كاميرا لكل بركة العلوم وعطا احد مبخل على قطر عرق على الجمعية وعلى أصحابه وذلك هو قبل الماتش مرتاح في رادس واجموا لعبات تفرش فيك برشة جوارية لا يوجد مستهيسين بالحكية كيفاش كانت تربي مانا بركة العلوم خدمت كوتش على النقطة هذي خاصتان مع ملابية شبين اكيد استيم اكيد ما تنسيش وانه اول بلد عربي استأنف الانشاط الكروي بعد جائحة كورونا معناتها واول مباراة هي مباراة الولمبي البيج والمبيكسي دي بوزيل معناتها تخيل تونس كاملة تفرج في الماتش يا دوري الناس كل عدشانا وانا تشوف ماتش دو فوتبول بعد الفيروس هذي هذي شي اكيد لملاعب يمشي خام فيه وانا تونس كاملة تفرج فيه وانا سيلا برمير فواب بيتاتر ندخل التيران ارادس اذا كل خدمنا عليه خدمنا على موتيفاسيون كما قال استيم كانت فهم شوية رهب أقبل لكن مع زافرة البداية تحرط لقدم الكل الناس كل يصبحون دوني وفون الحمدولله اذا اللي خممنا فيه وانو اذا هبطنا للتيران الناس كل تنجم تعطيها 100% مغير ما تخم ومغير ما تخاف اذا اللي صار الحمدولله تحرط لكم اقرب لصعود من المنافس كيفية كوتش تعملت معاك ماذا هو الخطاب التي كانت خبال الماتش وحتى فيه هو الخطاب رأوب دين من فترة لعب دين من نهار اللي عرفنا وانو مش نرعب دين ماش دو باراج ولي كما قلت لكم معنا التعليمي كل يتحدثوا ام واحد تفصل من الولمبي البيجي اذي يدروا لي كما تفكر سدي رجعنا ترينيو مبتاتر لفنتسات نية تفكر كما هكا بعد دو جور عمنا ينرينيو تكلمنا فيه الموضوع هذي عليه خطر فريق الولمبي البيجي لو لا جائعة كورونا كان مش استقبل في ملعب الكميتي وكان مش استقبل ثالث ترتيب المجموعة سيكاك الحديث في ملعب الكميتي وبالحصائيات الولمبي البيجي مخسر حتى نقطة على ارض ما بين جميع هيرو ما معنى النظام هذي ما يساعدكم مش؟ انتم وافقتوا مع البيجي كان يوافق على نظام هيرو اختار نظام هذا معنا اكيد مش يوافق له البيجي عليه لانه في ظل الظروف الراهنة يجيك اقتراح ما احنا احنا نعرفه اكثر من الاختصاص يظل الاختراح هذيه جاء بعد تشاور مع وجود كانوا فهمة مقبضة مقرحات اي ثلاث اقتراحات نحنا نحنا بالنسبة لنا معه يكمل تكمل البطولة بسبعة مباريات اللي مازال ويسكو اذا ما توفقش عليه بشنا المرحلة الثانية اللي هي الاختراح الثاني اللي هو دوماس دو باراج دونك هوني وافقنا على دوماس دو باراج مي بالنسبة لنا حكت لو كان كملك البطولة كانت في صالحنا اكثر نقول لك عليها اكثر خطر على امتداد سبعة مباريات كي ما قلت لك المنافسين مباشرين متاعك تلعب لهم على ارضك ما بين جناهير اللي انتي مخسرتش فيه نقاط دونك سي بوان يظهر لي كات نجم تحسم السعود قبل تروى ولا كاتماتش من نهاية البطولة بالنسبة لولمبي البيجي هوني نقطة واحدة عملت برشة تعرف انتي في الفوتبول دو نيفو تلعب على ام بوان اذا ما تحرش تجير بيان توماتش تحضر الماتش تخسر لي تروى بوان اول حاجة ما تخلنش بيو استراتيجي ديفنسيه اهم حاجة ديما الولمبي البيجي بالطابعة ديما الضغط في المناطق اللي تقطع فيها المناطق مستحيل في النقطة تخسر ثلاثة هذه معروفة في اي مباراة دونك دخلنا عليك استراتيجي اوفنسيه يظهر لي اربعة دقائق كانت كافيلة باش نفكوا كورة في مناطق ونواجهوا مرمى الولمبي البيجي دونك تعرفوني وانو الولمبي البيجي من البداية ما تخلش دافع تخليه هاجم وهذه استراتيجيك كمانا بها دوران طول الماتش الاقصاء سهل الماتش سليم والله سهل وما سهلش الخضرك تقوله سهل معناه سيناريو معناه سيناريو كما قال الكوتش معناه كي خرجوا نحب المركزيو في سعة ببيستراتيج نحن سيرعنا برشا بواسطنا وتسرعنا برشا عمنا بعد ديامي تان اللي عاملون يقاموا مبارات كبيرة أما الحمد لله معنى الوبيكتف نتعني اللي هو تلوها وصل لها كان فاهمة دويل بناتكم انتم بعضكم في ستاد الزوز اي كنا نبال باي اكا هو ورف هو دويل من ماركت لوش كوتش منا بنا نحكي على الاقصاء منعرفش كني غالط صلح لي في راسعي فيها ما كانتش اساسي قبل المقابلة ما فانتك شو اقبل المقابلة معنى ما كنتش تعتمد علي في تشكيلة اساسية او لا لا ما ديتوه بالعكس حتى كان يشوف التشكيلة محتملة قبل المقابلة لحد هناك في كناع البنك في راسعي فيها ما انا لا ممكن انا اخر ثلاثة حصص بدت تظهر حاصل التشكيلة متاعنا الانفورماشيون بدت تظهر قتل تعرف ماتش كماذا يجب انت تحاضر ملابي على بكري في حسابي من قبل الثلاثة هي المنموم فهذا كان يجب أن يجب أن يحضر في مخوة ويعرفه من المجل المقرب من 72 أهو إذا يعرف هو الذي يجب أن يجب أن يجب أن يحضر إلى النظام لفراس إلى التاتي تولير وفي حسابي من قبل 3 أيام سليم أنت من الموسم المائمباري في باجا ما تبدل السنة هل نادي كان يعمل أجل تفاديو النزول على قبل وكان يهدد حتى بشيها بطلق عشن ما كنت معاقبت وكيف حدث لها فادي ما تبدل السنة هل نادي السنة هل نادي لعبه لكل جندة اللي لعبات الكل عرفت اللي اولامبي البيجي ميزموش يكون طول معنى في في الليك دو. ثلاثة سنين برشا على اولامبي البيجي في الليك دو. رغمك لعبات الكل تلافت تلمت بالبلبل يكيب بالبلات جواري 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 جو مهور. رعبات الكل تلمت. وحط ليد في اليد وحملوه لما معنى وصلوا موجي كده. اه في الافناء يلتحق بين اللاعب جيش مستقبل الرجيش اللاعب مالك بولعد مرحبا بيك مالك. مرحبا بيك ومرحبا بيك ومرحبا بالنس الكل مرحبا بالنس اللي اسمع في إكسبريس الفاب. قبلك لكي نحب نحن نهني الكوتش وسليم على الصعود ونهني جماعيتي. تعطلت شميعا في الصعود. تعطلت شميعا في الصينة يا سيارة. تعطلت شميعا في مرحبت. حفلتها على البرحة. احتفال صدقني تاريخي. في شقعا معنى رزخ في تاريخ رجيشية. سأتحدث لنا قليلاً ما حدث بعد نسخة الكوتش وسليم كيف كيف يبدأ ذلك؟ الله يعطيهم الصحة ليس غريباً على أهل الرجيش فرحوا بنا ما الذي يتخلنا الولادة المهدية وصدقني سيركوليسيون أريد أن يكون خرجت فرحتنا يعطيهم الصحة نشكرهم على السوتين الذين يعملون هنا مقبل ما نبدأهم نلعبوه الآخر نهار اليوم الفرحة جرام أهل كل خرجت فرحونا يعطيهم الصحة كيف كيف أنتم كوتش؟ إذا ما عاشم شيد أنت لحتفالية تولد البيضة؟ أكيد كنا موجودين لاعبين وطرفاً بيرو كنا كنا موجودين أول حاجة كيف كيف نحب نهني فريق استقبار جيش بالصعود التاريخي بصراحة من رابطة ما احترفها لأنا ممكن لعبت معه فريق هدايا يذور لي أربعة مباراة مباراة رسمية كنت في أمال جربة وثلاثة مباراة وديا بصراحة ممكن من الفترة شتوية وأنا وكل فريق هدايا قادر وأنه يحق لنجاز وقادر وأنه يسعد دوس في نقل أفضل هما يطلعوا كوتش؟ أنا متأكد من هذا دفس أبو زيد رالويكيت ممكن في أخر مشوار تعطل متاع نتيجة خلاهية تكون في المركز الثالث بعد تعال باراج أما عنده فريق محترم جدا مع أنتش كاك الحديث سفيقسي بصراحة فريق البطولة هذه فريق محترم جدا فريق منظم عند ويكي ليبر في الليتر والين يمتاعوا بصراحة كان ينجم يستهل يكون موجود في البراج كان ينجم يكون موجود في البراج نرجع على المستقبل الجيش كما قلت لك بريكات ماتش حتى صراحة حتى قبل ما يتلعبوا كان فما برونوستيك أنا قلت فريق مستقبل الجيش قادر وأنه يقتلع تأهل رابط المحترفة لولا وأنا متأكد أن الفريق هدايا لم يكن لديه كلمة زادة في الربط المحترفة فالولا لديه لديه جميع جميع معناتها تريموتيفي والذين لديهم فترة طويلة لما بعضهم يلعبوا عاشوا الفرحة في الصعود من الدفزيون 3 إلى 2 كيف كيف حق والجاز اخر اللي هو الصعود من الدول الأول بصراحة 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 حاجة منظمة في مستقبل الجيش اللي نجم يكون عنده شأن كبير سليم موافق الكوتش هل زود في الأقل أحسن هم طرعوا أكيد أكيد سنوه معنات العرس كما اختار الكوتش لعبنا لهم برشا سليم ترجيش عندهم بالمناسبة نقول لهم مبروك على الصعود عندهم جميع كبهية برشا متكاملين معناه سعودين متكاملين تحسوا معنا في حتى فترة تحسوا معناه يكملوا بعضهم معناه 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 عندهم جميع معناه معناه برشا نبور كل كيب نجمير بها فترة وكما أخير قال كوتش وخلت انتي كهو معناه اللي ديزي كيب اللي ديزي كيب ومالي يزومي بشكل مالك كما سألت الكوتش وسليم هدف متعرجيش كان من اللول هو الصعود وقتش تحق الهدف كيف حالك سليم كما تعرف انتحقت انتحقت بالفريق في انتقال الشدوي وكان من النهار الأول قعدت فيه مع الرئيس كاسي محمدالي العروي كان الوبجيكتيف مطلوع أو المقعد لا يعني معناه من النهار أدخلت من النهار عرفت عندي أبجيكتيف لازمنا نكمله خدمنا بالجدية حذرنا لكم الفوق معناه تصدرنا الترتيب مش زادة وزارة معناه برشة خدمة برشة تعب برشة ساكريفيس الحمدالله حتى وقفنا كان ديما يكلمنا كل وعد كل جوار يكلموا سوالا ونحكي ديما يقولنا لو أقعدوا كل جوارة نعم 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 في شهر. لذلك قلنا اقضوا اخذ منكم مع موتيفاسيون و امنوا بحظوظكم اللي ستطلعوا للنسيونال خاطر عندكم عنا الكاليتي في الجروب جون وفيه الكاليتي وفيه توليزاتو اللي بشيطل على للنسيونال. الحمدلله امننا برويحنا وكان عنا ثقة كبيرة في امكانياتنا وحققنا الحل متع امكاني صدقني كي ترى معناها 5 عام سكسيسيف البرجيسيون متع امكاني كنت جاءت في الانجليزة كل جوار يعمل استاتيوه هذه واحدة في البلاد. ليس من فراغ. ليس من فراغ بالله. معناك تشوف الفرحة وتشوف بالحق كل عام تتطلع من السنك للكاتل للترواء. عمالت اقوال ضعلي حلق الويد وحامان سوسط ضعلي عاملو هاي في ستيب. معناها حاجة ما تصيرش برشة في تاريخ الكورة جدا جدا جمعية في البلاد يبون البرج كنت جويل عامل استاتيوه بالحق. هم ما قصروش هفرحوا بينا على كامل وجه. وفرحوا بيكم من ناحية الاخرى والله. البرين مش نوع البرين. اكيد مدين. اكيد كان عند كلمته الرئيس. مشينا جروب كامل وصطف كامل. رجيش فرحنا مع رجيش كل. وكان عند كلمته أعطانة على مستحقاتنا. والحمد لله. الماتح الفاصل مع سيدي بوزيل. ماذا سأخبرت. وكيف كانت تحضيرات في الفلسان الثنات وقت متع كورونا. كيف سأخبرني. الماتح الفاصل مانية. ضد ما حكيت وكيف كانت تحضير هذا الماتش؟ لم أكن كنت صحيح الماتش دي باراج تلعبوا يتحضروا اوتسي اوتوماتيك الجوار يكون موتيفية ويبير موتيفية صرتوا أعلى في الإكيبات يعتبروا الأولياد يتعبوا في الناسيونال حلم عن دمونا حلم وتحقق لذلك قلت لك دل دي بيو نسل كل قاعدة تترينينا سيريون لم يكن صعوبة في الكنفينمون كل واحد نحن مع الناسيون بالتنسيق مع السيكام الشمك اللي نوجه له التحية وصي حسين القيبس وصي شوق الزبيدي معنا بحثوا الفيديو وكل ما يطلبنا يقول بالحق ترينيته وفرحان بالمعنى في الانترينمون ومثلت كي عمل الإستاج وكل شيء كان الكنسنتراسيون كلها على الماتش من الماتش لكي نهيوه لم يكن ماتش متقابل دائما نحن أنا واحد من يسدخل صدق نسيتها الحمالير دخلت ديريك تثقلت عن الماتش لازمنا نربح ونسينا دي جان نفس الخطاب كوتش توم الزيدا أكيد منجم يكون كنا ذاك هو الذي يذكر عندما تخلت في الماتش الثاني دخلت في برشة في دوامة كبيرة أكيد يجبك تحسم أمورك من المباراة الأولانية ما فيهش كلمة ذاك كوتش اذا كان فهمنا نقطة مشاركة بينياتكم من رجيش وبيجا لاتهامات للزوز كان مثلا أولمبي البيجي كان عنده تهمون وعنده دعم من تحالة عامة وصير الشغل نوردين طبوبي ورجيش كيف كيف محمداي العروي رئيس الجماعية بعلاقاته كان نطق السابق الداخلية خلاص لك أنت كوتش الحاجة هذة كيفش تعملتوا بمعاه بالنسبة لنا هذور ليهو سليم كان موجود ما عايش سين واثنين كوريناه مره جل ما نكذبش عليك مدينة يدعم يحاول يعاول هذية حاجة متأكد منها فهمت معناتها بصراحة مرينيهش موجود ولا فهمت كيفية معناتها فهمها هي أموديرة بالحق ممكن هي فيه تواصل معها هذية ممكن نعفوش لكن اللي متأكد منه وانه فهمها لسوتيها مرال وماتريالي داي متأكد منه مبارك الله فيها حاون جمعياتي أرحمه ديك بقينا ممكن فهمة ناس اللي موجودة سورتيران أنا هي أكثر ناس تعملت معاها وهي أكثر اللي كانت عايشة اللي هي اللي هي اللي عمانتها لسورتيران اللي خدمت ووقفت عالوموركم هم أنتي مالك بالنسبة نحن معنا يا سي محمد علي اللي هو ابن الجهة فهمتني يعاون من قبل يعني ديما يعاون في اليكيب كيك سواء ماديا معناويا ديما ووقفوا معاهم ديما وين يستحقوه يلطاوه ودي جاوا معانا يماش تلعبوا تليفيزير ما نصورش كان احنا احنا واحد يشكك في في الصعود متاع الكيبة متاعنا عباد الكرات اللي اقناعنا في الماتش متاعنا ومسرقنا انتصار بالثلاثة بالثلاثة فريقهما اللي عندو معناها الإكسperience وعندو تجربة سبقا في في الربط المحترف الأول مرسل سيئة 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 كاوو ديجا معناها بلغة الكرة وعندو ترهجت لكيب سيئة اكيد الكوتش لعبنا معنا بماتش الكوتش دي معنا ملول مباما رهيبة جدا توسيط المدرب ما حصل اكيد لا تدخلوا موتيفين ملول اكيد بمسر المريض الكل الذي يرجع للكوتش كوتش سيئة سيئة الكبيرة الذي يحاول يعطينا المساج وعندما نتعلم منه دائما نقول كوتش واخونا وصاحبنا دائما نحب يوصل لنا في اللعب المساج المساج هو معروف حصل الجبسي في التعامل مع ملعبية معناها يعرف كيف يخل الملعبية كوتش مدير كيف كيف انت كوتش سيئة 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 سليم كيف على حملات التشكيك كيف تعملوا كيف سمعتوا بهم كيف نعرف من قبل في تولس أما نحن جاوبنا سيئة ورنا نلعب لكل ألف يستحق الصعود يعني ظهرنا على العام لكل صحيح فتاة جينامات جزوز جورسان سعريف أما على تلك العام ظهرنا يستحق الصعود ورحموا الدي معنى سنوردين صحية ضعابنا أي واحد عبد من المجيها في أي كيفة يبليل شيء دعم جمعيته عادية وحاجة عادية ويحب بطاطل ورمان أما ظهرنا نلعب الكل وقالي الكلام ولمبي البيجي يستحق صعود وعلى الجدارة واضح مثلنا مواصلين مع ضيوفنا اليوم من الأولمبي البيجي ومستقبل الرجيش عفوان أبطال السعود ومحترفة الأولى ومعارج الكوتش متع الأولمبي كذلك سيمة جديد لاعب الأولمبي البيجي وكذلك اللاعب مستقبل الرجيش همالك اللاعب العابي الأخبر ديناتو السويت عليك تبقى سأفهم بعد شوية ومواصلين ويتحق بينا قدم شريفنا في الساعة الثانية بشيكون الحوار المتاعنا كما ستكون فيه زونيكس مع اللاعب وليد الهيش فيه الأخبار وبعد رجاء